أحداث فيلمنا بتبتدي إن في واحد أمريكي اسمه جاك بيجري في جزيرة في مكان في الصين وبنعرف ساعتها إنه بيجري من حاجة بتحاول تسيبه بسكاكين وإن الحاجة دي بتحاول تموته بيوصل جاك ساعتها للمحيط عشان ينط في المية قبل ما بينط جاك في المية بيقدر اللي بيجري وراه ده يسيبه بالسكاكين وساعتها بنشوف جاك واع في المية وراسه اتخبطت في سقرة واغم عليه وبنشوف ساعتها إن فيه اتنين قدروا ينقذوه بياخدوه معهم البيت وبيقدروا ساعتها إنهم يخيطولوا الجرح بيبقى موجود ساعتها عندهم مقر للجيش الأمريكي قرر الست دي ساعتها إنها تاخدوه للمقر ده عشان هم ما يقدروش يسيبه عندهم واحد أمريكي أول ما بتوصل لمقر الجيش بتقول الجندي ده إن إحنا لقناه في المية وكان هيموت وأنقذناه من الموت وإن اللي عمل فيه كده محارب فضائي اسمه محارب الموت بيجي الأرض كل ست سنين وبيطلع من بوابة في معبد في بورما كانوا مفكرينها بتخرف وقالوا لها تمشي وهم هيغضوا الراجل اللي معاها بس هي تضيقت جدا وقالت لهم أنتوا ما تعرفوش حاجة كلكم هتموتوا وبنشوف ساعتها إن فيه واحدة من الجيش اسمها ميرا بتحاول تفوق جاك وأول ما بيفوق بتعرف إنه مش فاكر أي حاجة بس هي بتبقى مش مصدقة كل الكلام اللي بيقوله بتقوله إن كلامك أنا مش مصدقة خالص ولازم تقول على الحقيقة أنا هخش على قاعدة البيانات وهعرف أنت مين بس الأحسن إنك تقول الصراحة ميرا بتقوله أنت جاي الجزيرة دي عشان تدور على البلاتينيوم اللي إحنا بندور عليه بس هو بيقولها إنه فعلا مش فاكر أي حاجة ميرا بتكرر ساعتها إنه استجوبه بالكوة بتكرر إنها تبعط له مجندين عشان يضربوه عشان يعترف بس هو بيكتشف إنه بيتغلب عليهم بكل سهولة من الواضح على جاك إنه فعلا بيقول الحقيقة وهو مش فاكر أي حاجة فعلا بدليل إنه مش مصدق نفسه هو بيقدر يتغلب عليهم بكل سهولة ميرا بتيجي ساعاتها أول ما بيقدر يتغلب عليهم وبتقدر ميرا إنها تخدره جاك بيتخدر وأول ما بيصحب يلاقي نفسه متكتب في الكرسي ميرا ساعاتها بتبقى متأكدة إنه فعلا فاقد الزاكرة ميرا ساعاتها بتكرر إنها تستخدم معاه طريقة تانية بتاخده فعلا برا الماسكر بتحاول إنها تتمشى معاه عشان خاطر تستجوبه وساعاتها بنعرف إنهم في قاعدة عسكرية كبيرة جدا في واحد ظهر قدامهم اسمه سينك بنعرف ساعاتها إنه محارب جاي عشان ينقذ جاك من القاعدة العسكرية دي بنشوف سينك قادر يتغلب عليهم بكل سهولة بيوصل لجاك اللي بيبقى واقف ومتفاجئ من كل اللي بيحصل بنعرف ساعاتها إن المحارب ده صاحب جاك أول ما بيسلم عليه بيقوله يلا بينا ههربك من هنا وفعلا بنشوف جاك ساعاتها بيهرب معاه بيوصل لجاك ساعاتها مجموعة من المحاربين التانيين اللي بيعرفوا ساعاتها إنه فقد الزاكرة دول أصحاب جاك وهو فعلا مش فاكر أي حد منهم بنشوف ساعاتها الجيش قادر يحصرهم بس بنتفاجئ لما بنشوف إن المحاربين دول أقوياء جدا قادروا ساعاتها إنهم بيتغلبوا على كل الكتيبة اللي جاء لهم وبنشوف ساعاتها إن فيه حاجة غريبة حصلت فيه حاجة شبه الكهرباء بتضرب جاك وفعلا جاك بيغم عليه بتقدر ميرا تاخده تاني على المعسكر تسأله انت مين ومين الناس اللي كات معاك دي ميرا بتبقى مستغربة جدا من قوتهم وهو بيقول لها صدقيني أنا معرفش أي حاجة كل اللي عرفوا إن الناس دي معايا بس أنا مش فاكر أي حاجة تاني واللي متأكد منه دلوقتي إنه كن لازم تمشوا من هنا ميرا ساعتها بتكرر تروح للقائد وتقول له إحنا ما بعطين هنا عشان حاجة تانية غير البلاتينيوم إحنا لازم نتحرك من هنا بسرعة وبنشوفهم هنا إنهم بيتحركوا فعلا بس بيحصل حاجة غريبة جدا في حاجة خفية بتحارب الجنود وبتقدر تقدي عليهم بكل سهولة وجاك ساعتها بيعرف إنه لازم يمشي لإنه حس إنه هو اللي مستهدف مش الجنود دول بنشوف ساعتها إن الكائن الغريب ده ظهر لواحد اسمه الكابتن ساند الكابتن ساند قدر إنه يضرب الكائن ده بالسلاح اللي معاه وفعلا بنشوف الكائن ده وقع ساند كان بفكر إنه قدر يقدي عليه بس بيكتشف بعديها إنه بيقدر يشفي نفسه وساعتها بنشوف إن الكائن ده رجع تاني للكابتن ساند وفعلا قدر يحرق إيده جاك هو بيجري من الكائن وقع في حفرة وبيتفاجئ لما بيلاقي شخص قاعد جوه بنعرف ساعتها إن اسمه المحارب يالي جاك ما كانش عارف هو مين بس يالي بيبقى عارفه كويس بيقرر جاك ساعتها إنه قتله بس بنعرف ساعتها إن المحارب يالي قوي جدا بيقدر يلي إنه يتفادى كل الدربات اللي جاية من جاك بكل سهولة وساعتها بنشوف إن جاعة لهم بقى المحاربين بياخدوا جاك ساعتها وبيروحوا للمعبد اللي بيظهر منه الكائن ده وهنا بيحكوا لجاك على قصة الكائن بيقولوا إنه في مكان في المعبد بيظهر منه الكائن ده وإن كل ست سنين بيظهر وبيبقى لازم يكون في تسع مقاتلين مستنينه مش مهم المقاتلين دول يغلبوا أو يغلبهم المهم يبقوا موجودين المهم إنه لازم يلاقي تسع مقاتلين لو ملاقهمش بيطلع على السكان كلهم وبيقتلهم لحد دم ما أي حد يموته وهنا بنعرف إن جاك عارف إنه المختار أول ما بيطلع من البوابة بيختار مقاتل وساعتها اختارك إنت بس إنت أول ما شفته اختارك هربت منه وإنت دلوقتي جبان في نظر كل المحاربين لازم تصحح اللي عملته وساعتها بنشوفهم بيلبسوا لبس غريب بنعرف ساعتها إن اللبس ده مش بيخلي باين للكائن وإن لازم يحاربوا الكائن ده بالنهار قوته بتزيد جدا بالليل مش في صالح أي حد إنه يحاربوا بالليل وساعتها جاك بيتأكد إنه واحد من التسع مقاتلين دول وإنه هو مرغوم عليه لازم يحاربوا بيروحوا ساعتها عشان يدوروا على الكائن ده بس من الواضح إنه عارف مكانهم وساعتها بيتفرقوا عشان يدوروا على الكائن ده وساعتها بنشوف إنه ظهر فعلا لواحد من المحاربين وساعتها المحارب ده قرر إنه يهجمه بنعرف ساعتها ان الكائن ده قوي جدا وبيقدر انه يتغلب على المحارب بكل سهولة بنشوف ساعتها ان الكائن ده قدر يصطط فيهم واحد ورد تاني كان باين عليه فعلا انه قوي جدا بنشوف ساعتها سنت بيروح لجاك وبيقول له مفيش فرصة قدامك انك تموت الكائن ده الحاجة الوحيدة اللي قدرت عرفها انه بيقدر يشفي نفسه تاني الحاجة الوحيدة اللي قدرت عرفها انه في الوقت اللي بيشفي نفسه فيه بيبقى ضعيف جدا دي اللحظة الوحيدة اللي قدامك عشان تموته خمس ثواني لازم تستغلهم كويس بنشوف في ساعتها ان الكائن ده ظهر ليهم لبسوا في ساعتها اللبس اللي بيخليهم يختفوا بالنسباله وبنشوف ييلي ساعتها بيكرر انه يحربوا ييلي كان محارب قوي جدا بس الكائن ده بيقدر انه يشفي نفسه من تاني كلاما ييلي يسيبه ويقدر يشفي نفسه من تاني وبيقدر الكائن ده انه يموت ييلي في الاخر بيعرف جاك بعديها ان ييلي يبقى ابوه هو مش عارفه عشان فقد الزاكرة جاك ساعتها زال عليه جدا وبيكرر انه ينتقم ليه بنشوف الكائن ده ظهر ليهم تاني بس الست اللي انقذت جاك من المية قدرت انه يتضربه بالرصاص جاك قدامه وقت قليل عشان يطلع الناس اللي معاه وساعتها بنشوف جاك قرر انه لازم يتخلص من الكائن ده بنشوفهم هما اللي اتنين ساعتها في قتال مع بعض جاك كان محارب قوي جدا بس الكائن ده كان اقوى منه بكتير وبنشوف ان الكائن ده كان خلاص هيموت جاك بس بنشوف جاك ساعتها افتكر كل اللي عمله في ابوه وكان لازم يتخلص منه بيقدر جاك ساعتها انه يعرف ان الكائن ده ما بيشوفش في النار لانه بيحدد مكان الناس بحرارة جسمهم بيقدر جاك ساعتها انه ينتهز الفرصة دي ويدرابه بالسيف بيقدر جاك ساعتها انه يحطه كومبيلة في الفتحة اللي عملها في جسمه قبل ما الكائن ده يقدر انه يشفي نفسه من تاني بنشوف ان جاك فعلا قدر يقضي على الكائن ده وهنا بيخلص فيلمنا